دكتور حسام إيه الإجراءاتك؟ يعني إيه الإجراءات اللي أنت خدتها أو اللي أنت هتأخذها عشان تبقى موجود في انتخاباتنا دي الآن؟ يعني هي طبعا إجراءات قانونية أنا لقوا جيد الحديث عنها حقيقي يعني بس بدأتها يعني ولكن طبعا بدأنا الإجراءات دي وإن شاء الله بكرة في ناس تقدم بالطعم القانوني يعني على الحكم والناس المشين يعني مطمنيني بالموقف يعني وتلس أقول لك مطمنينك بالنسبة كم في المية؟ يعني أقول لك مثلا في نسبة ولو عشرة في المية أنت ممكن أن تبقاش موجود في الانتخابات؟ طبعا أنا حقيقي بالنسبة 100% 100% 100% هاي من الموقف القانوني سليم 100% هاي وإحنا نخلال الطعون والإشكالات الإجراءات القانونية المتبعة ده إن شاء الله إحنا موجودين في انتخابات نادي الزمالك ممتاز جدا طيب نيجي بقى على نادي الزمالك نيجي الشغل بتاع نادي الزمالك على فرض أنت قلت لي مية في المية مستوى لاش نيجي عليها أكتر من كده؟ لا نجيله نيجي معاه نروح لنادي الزمالك نروح لنادي أشتري كتير جاي على نادي الزمالك مين بييجي على نادي الزمالك؟ لا لا مش أصلي ولا أنا أصلي لبالله والله أنا أكتر ما يحزنني إن ما أشوف من جوه البيت الله بيضل بيحصل من جوه نادي الزمالك بأمانة إحنا بنقعد نقول إيه؟ كنا نزل مع فرض نادي تعرف إيه؟ وتخطق ونعمل حاجات ملهاش علاقة خالص باللي بنقوله صح فيعني أصلي المشهد واضح أنا لا بقى أسأل أي حد سمعت كم مرة إن في مشاكل قانونية في كم نادي نتطور ممكن تفكر أول حاجة تكفي دماغك نادي الزمالك صح وتوقع تفكر كتير عشان تلاقي نادي آخر صح ممكن أنك في مشاكل فقرة في عنديها أخرى بس مش هنفتكرها تخيلنا أن الموضوع خلص نادي الزمالك أنا لوقتي بكلم الجماعية العمالي نادي الزمالك وبكلم جماعيين نادي الزمالك اللي هم مش بعيد عن الجماعية العمالي نادي الزمالك طبعا لو قلنا لهم دكتور حسام المندوه داخل انتخابات نادي الزمالك دكتور حسام المندوه داخل انتخابات نادي الزمالك علشان يعمل إيه؟ السؤال عام جدا كويس جدا حسام المندوه داخل انتخابات نادي الزمالك عشان يصلح من المشاكل اللي هو شفها بعينه داخل نادي الزمالك واللي دائما وأبدا بيحلم يعني يكون هذا النادي اللي بنحبه فعلا في مكان آخر غير المكان اللي موجود فيه المكان آخر مش لو حسام عايزه اللي النادي يستحقه يعني النادي يستحقه لنكون في مكان آخر فحسام المندوق لو ملقاش في الفترة الحالية من عمره ومن خبراته ومن علاقاته ومن ارتباطه بالنادي بهذا الكيان العظيم ومن ما اكتسبه من قصرته في حب نادي الزمالك ومن علاقته بالجامعية العمومية أسباب كتير جدا بتقولي أنا أقدر دلوقتي أفيد أو أقدم شيء مفيد لنادي الزمالك بس حسام المندوق لا يمكن يقدم حاجة لوحده من خلال مجموعة من خلال فريق من خلال عمل مؤسسي هنا جاءت الفكرة هو ليه حسام المندوق على كل الأسئلة ما يمكن تسألها بقى هو ليه حسام المندوق انضم للقائمة الموحدة وانضمامنا حقيقة كان من زمان يعني مش مؤخرا ان احنا نضمينا مع كابتر حسين لبيب لأن من زمان لأن كان دائما الهدف ان احنا نشكل مجموعة ذات مهارات مختلفة ومتبينة ومتنوعة كل واحد فيهم مش احسن واحد في مجاله في ناس احسن ممكن لكن كل المجموعة دي مع بعض تكون احسن مجموعة ممكن تناغم وكيمستري وكيميا بين المجموعة دي كلها وكل واحد يكمل جزء من المنظومة على مدار التاريخ يا أساس كريم ثبت ان مجالس الادارات الغير متناغمة وان كانت عبقرية في تخصتها غير نجاح يعني ممكن ان يكون انا في تخصتها رائع بس مش متناغم معاك يبقى انا وسيادتك مش هننجح في ادارة اللي احنا منديهم بس انت هنا تقلقني هقولك ليه انت اكيد فاهم ان انت تدخلينك قايمة يا ربنا يوفقك وربنا يوفق العضاء الاخرين بس فرضا القايمة دي ما دخلتش بالكامل وفي اتنين او تلاتة ساعته من هذه القايمة ودخل اتنين تلاتة تانين هنا تقول لي انه مش هتنجح او مش هتنجح انا الموضوع ده بوضوح شديد وبأكد زي ما كنت بأكد دوما احترامي لجميع المرشحين ويعني مع زعلي من بعض الافعال اللي بيعملها المرشحين ولكن باحترم حقيقي الجميع في المجمل لان الناس عاوزة تاخد زي ما قلت حرك من شوية اللي مقدم دلوقتي يعني في الغالب هم مقدم بطل يعني جاي في وقت النار وينطل فيها يعني لكن انا بقول وكلما عندهم على فكرة سيفي قوي جدا 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 الناس يعني موظم حقيقي الموجودين عندهم سيفي قوي جدا ولكن لما نيجي نشوف اذا داخل حد غير القيمة مش ان احنا هنفش اللي قدر الله لا هيبقى فيه تعاون طبعا في الاخر اسم الزمالك يعلو فوق اي اسم يعني وجمعين العمية هي التي امرت والتي اختارت هذا الاختيار وفي الاخر الفلسفة تقول ان مجلس الزمالك هو مجلس موكل من الجمعين العمية خلاص جمعين العمية وكلت كريم او حسام لها محمد او حسين لها الحق ان تختار ما تشائع طبعا ولكن الفكرة بتاعتنا عشان برضو نوضح للناس فيه فرق كبير بالمجموعة هتتناغم مع بعض عبال ما يتفهموا مع بعض يعني هياخدوا فترة شوية او مجموعة الريدي اختلفت واتفقت ومون بتوضح بالنسبة لها فاستعدت خلاص للعمل اللي هو عندك نشتغل عشان زباك محتاج شغل بكرة شغل مبادح مش بكرة شغل بكرة وعشان احنا اتفقنا واختلافنا شوية فيما بيننا مش عملا وقت واخنا بنخطط وخلاص وزاق الفترة اللي كان فيها مش اللي اختلاف اللي هو الفكر المتباين في تنفيذ الخطط بتاعتك صح خلاص تم الاتفاقة ليه عدام المرحلة دي فلما اتكلم مع حرك دلوقتي احنا فيه 12 فرد في القائمة وفيه بره حوالي ممكن نقول 46 فرد موجودين برضو لتشكيل معين يتعامل وفيه لجان موجودة هدي اللجان هتضم بقى المئات من المحبين يعني وفيه اعضاء جماعية ومية عندنا عليهم برضو ازاي هيشاركوا معانا في هذا العمل فبالتالي انت بتعمل هيريرك بشكل مؤسسي ان الكل اللي عاوز يشارك اهلا وسهلا الزمالك بالفعل عايز الكل يشارك حيلا وزمالك محتاج دلوقتي ان الكل فعلا يشارك بشكل ايجابي يشارك عشان الزمالك اولا فعلا يعني صح بس مشاعرات بقى يعني خلينا مشاعرات شوية الزمالك اولا مجد ان انت هتروح عشان الزمالك مش عشان خاطر ان عاوز تظهر وعايز تعمل وعايز تسوي صح في الحالة دي بنقول ايه الفرق ان القائمة تنجح او الفرق ان جزء برا قائمة يدخل معها القائمة النجح تشتغل من اول ثانية صح الجزء لو فيه جزء اخر نجح هنحترم طبعا الاختلاع بالجامعة العمية ولكن اكيد مش نشتغل من اول ثانية ليه صح هنقول لك يا عوزيز كريم هنقول لك حضرتك ايه راك في الحتة دي طوالله لا مش انا شايف كده احسن انا شايف كده احسن حتى لو مش احسن طبعا لا وممكن يبقى كده احسن بتاع دي تبقى كده احسن فعلا بس صعبان ما انت تقتنع كمان هتاخد وقت يعني مش لازم مش لازم نشيلها للشخص نفسه اللي هيخلش بالقاتل يعني من حالتين فيه تأخير فيه تأخير واحنا بنقول صراعنا القادم ضد الوقت بالضبط كده لانه نفس البعض احنا بنفس الوقت صحيح هل هنلحق في الفترة اللي جاية دي بسرعة نغير من الشكل اللي موجود حاليا بسرعة نستثمر ما بقي الاستثمار في نادي الزمالك هنلحق طيب اشتركوا في القناة